أعزي بالله من الضارجين بسم الله الرحمن الرحيم ما تحليل بيئة الوحدة السابعة المحافظة على الموارد المائية من التلوث هنا نواصل الشرح المحتويات هذه الوحدة ونتناول اليوم تأثير الاستعمال المنزلي في تلوث الماء ولاحظنا أن هناك تلوث الماء له أربع مصادر واحد المنازل المنازل اثنين المصانع ثلاثة الزراعة الزراعة أربعة الكوارث الطبيعية الكوارث الكوارث الطبيعية الكوارث الطبيعية أوكي تؤدي الأنشطة المزالية تكوين ملوث بالنفايات العضوية والكيميائية السامة وتصرف هذه المياه مباشرة في مياري المياه يعني إذا تم تصريف المياه المستخدمة المنزلية في المياري المياه مباشرة يؤدي هذا يتلوثها ونلاحظ هنا إعادة الدعم أو الشحن فيما معناه أنه إذا هناك قازات تصاعدت إلى الهواء وامتزجت مع بخار الماء ونزلت أمطار تكون هناك أمطار حمضية على الأرض هنا وتنزل إلى الواتر تيبل الواتر تيبل اللي هو مستوى المياه الجوفية مستوى المياه هذا يشير إلى المستوى المياه الجوفية إذا كان في Water Supply Well يعني آبار آبار لتوصيل مياه آبار هي جوفية لتوصيل مياه إلى المنازل هنا وعندما تصل إلى القاحنة فكل هنا الملوثات هذه تنزل إلى المياه الجوفية ومتسمى بContaminated Ground Water أي المياه الجوفية الملوثة وأيضا هنا المدافن Waste Disposal Side يعني هذا موقع لتفن المخلفات المنزلية أو الصناع وغيره وينزل هذا في تحت إلى Ground Water المياه الجوفية وكل هذه تصدر وممكن تصل إلى River River هو النهر فتكتمل الدائرة بشكل واضح واضح كيف أن الاستخدامات المنزلية ممكن أن تؤثر في تلويس المياه أيضا الصناعة هنا الجزء الثاني استخدم الماء في الصناعة في عدة مجالات منها تبريد الآلات والمحركات تزويب بعض العناصر غسل المنتجات والمواد الأولية ونقلها تؤدي مختلف هذه الاستعمالات يعني مختلف منها إلى ارتفاع درية الحرارة وتدنيس حرارة الماء وتدنيسه بعدة نفايات عضوية كلها عضوية ومواد كيمائية سامة وعادة ثقيلة كالرصاص والزيبق والنحاس ينتج عن طرح هذه المياه العادمة الصناعية مباشرة في مجال المياه عدة أنواع من التلويس إذن ارتفاع درية الحرارة تبدو نوع من نوع التلويس وإذن النفايات عضوية وغير عضوية وكيمائية سامة والمعادن الثقيلة اللي بنا الرصاص وزيبق والنحاس الأنواع من التلويس اللي يحدث عن طريق استخدام الصناعة التلويس الكيميائي الحراري بارتباع درية الحرارة الكيميائي بإضافة مواد سامة زي ما رأينا والتلويس النووي بإضافة المواد المشعة والتلويس الميكانيتي برمي بعض الأشياء أو الإجسام الكبيرة استخدام الماء أو استعمال الماء في الزراع إذا المصدر الثالث هو إيش الزراعة تؤدي الأنشطة الزراعية الحديثة إلى حدوث نوع آخر من التلويس بسبب استعمال الأسمدة الكيميائية والمبيدات النباتية والحشرية حيث يوم قول فائض مياه الريئة واستقي هذه المواد إلى المياه السطحية أو الجوفية يعني إذا كان في أسمدة كيميائية واستخدمت ولم تعالي بشكل جيد أو باستخدام زيادة إما تبقى هذه على السطح أو تتسرب إلى المياه الجوفية تكمن خطورة هذا النوع معتلوا في سهولة الزوابان هذه المواد في الماء ونقلها عبر المياه الجارية إلى الأنهار والبحار وإلى المياه الجوفية وهذه الأنهار والبحار تعتبر سطحية وتعتبر مياه سطحية تتسبب المياه الملوثة كيميائيا في عدد أمراض كداء السرطان حمان الله وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض القلب والعيون حمان الله منها المصدر الرابع الحوادث أو التلوث هنا الموارد الطبيعية والحوادث والتلوث هناك نوع آخر هناك نوع آخر من التلوث ينتج عن تراكم وتحلل بعض النباتات والحيوانات الميتة في الأنهار واليديان وغيرها خصوصا في الفصول الجافع عندما تغيل المياه وغالبا ما يتمكن المحيط البيئي من التغلب على هذا التلوث من دون تدخل للإنسان أما الحوادث والكوارث الطبيعية في شكل أخطر أنواع التلوث أخطر أنواع التلوث من الحوادث والكوارث البيئي وكما ذكرنا كوارث البيئي ممكن تكون زي البراكين سواء حدث ذلك داخل المعاملة الكيميائية والنوية أيضا أو في ناقلات البترول ومشتقات والمواد الكيميائية الأخرى السلامة ترجمة نانسي قنقر